السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد إن شاء الله يكون متميز من برنامجكم الفني واليومي بارشورك فرحان أنا ميكانت لقا معكم يوميا باش نبرتجي معكم ونقدم لكم شي باركة من الأخبار الأعمال والمستجدات سادي للفنانين والمشاهير هذا شي كامل مع حوار مع ضيف ليمتميز في المجال ديالوكي مع كل حلقات فأنا سلام مع رأسكم وخليكم معه مرحبا بكم من جديد كان أخذر حليكم دابا أننا نمشي جميعا نكتشفوه شكونا وضعي في حلقة اليوم معد أبو الهناء فنان تشكيلي وأستاذ تربية تشكيلية بديت تجربة ديالي في 2007 وتعلمت بزاف تقنيات وعاودت بزاف ديال مدارس الفنية بخلاني في النهاية أنني نخرج واحد ستيل خاص بيها ومتميز به طبعا اشتركوا في القناة ضيفنا في حلقة اليوم هو سخيط أرتيست بوب أرتيست وفنان تشكيلي معنا معاد أبو الهناء السلام عليكم مرحبا بك السلام عليكم وشكرا بزاف على الاستضافة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله براك الله وفكسي معاد معاد أنت كما قلت فنان تشكيلي وبدأت إيش حالة دي ولكن ما من صغرك ومنتع بغي تدير هذا الفن؟ طبعا في فاش بيديتك نقرأ يعني ما كانش عندي واحد مستوى بزاف سكتوسكي تيوريك كان ميل بزاف الأشياء اليادوية شوية شوية بيديتك نجبر أنني كان نبدع بزاف وكان نخدم بليد بزاف وطالقيت رأسي صراحة في نهاية البتدائي ديالي أنني كان ميل عن الفن تشكيلي من الرسم ووالا مي باغون كانوا توما شجعوني في هذه الطريقة هذه وبدأت كان ندخل من ديكوغ باش نتعلم ابتداء من فوقها شو بديتك نتعلم الفن تشكيلي؟ الرابعة مستوى ديال الرابعة ابتدائي كانوا عزيز عليك الألوان للأشكال للرسم؟ كنت كنت ميل من ديك الميدان بززاف وقلتي ضروري ما نقرأتشي؟ ضروري ما نتبع في هذا الشيء حيث كي يعجبني وكان رتح فيه خبية الوالدين كانوا توما من الأول مسان دينا كم شجعينك؟ كذلك طوما يعني الوالد كان نسلم عليه فضل هادمين بارخ يعني كان يخلنا زيما نختاروحنا التوجه ديالنا يعني ما كانش واحد توجه يعني ديال الماط أو دير شي حاجة معينة أو للكوميرس أو لهذا إنما خلاني يعني شوف هذا الطريق هذا فينا غادي توصلك كيف نوصل المعاد المستوى ديال الفن شكيلي في المغرب؟ صراحة لحد الآن أنا يعني أرتيست لوكال ناسيونال كان حاول نطمح في الانترنسيونال وهذه الطريقة دابة أمشي فيها ولكن يعني في الصعيد المغرب الحمد لله يعني عندنا واحد صمعة وعندنا واحد تجربة يعني كنت أغتاجها مع الناس وديما الجاديد وديما الناس كيستنوا الجاديد ديالي ممكن نقولوا أن معاد أبو الهنام متعدد المواهب متعدد تخصوصات لأنك كتدر تقنيات البوشواء كتدر الجدران وكتدر كذلك توسكي بوستير وغرافيزن د SARKTOMO...مقدرش نخصص في شيء حاجات من الفردراسي في وحد طريق يعني بانثل استيل كنحاول بسيطة الميد نجربهم وستمتع بوهم كنتنكون نخدم بسيطة زيتية الكريليك البوشواف على ذكرتي ووالاء ومانتجات كي خرجو يعني وكي يلقى إقبال والتينا كن يجعني تلك شيء الممكن كيف تنكت أن تساولك شيء واحد أمشيء غادة أحد كيف تكريك لم يكن هناك شيء مرة يقول لك ماذا تفعلها بالصحيح؟ ولماذا هذه هي المهنة تفعلها بالصحيح؟ نعم، لا يرى الناس أن الناس أن الناس يمكنك التطور بها وتعيش بها ولكن دائما نريد أن أضع لهم كثيرا أن هذه هي الخدمات لي ونستطيع أن نجد الكثير من الخدمات لكي نستطيع أن نستطيع الناس وميدان كامل لنا لذلك يجب أن يفهموا أن الفن والفن الشكيلي والتوبارتيس ترى مهنة قائمة بذلك وممكن أن تقول أنها مربحة وقالة طبعا، لا يجب أن تكون ذلك الوقت لا يجب أن تكون هناك هواية، لا يجب أن تكون في الوقت فارغ وكراية التي تكون هناك كل الأسبوع يعني أنه يدخلنا لكي نعيش ولكن لا يجب أن تكون ذلك الوقت لكي نجعل الفنان لا يجب أن يجعله صندويش أو شيء قوي أو شيء ما يمكن إنهم كانوا يجب أن نستطيع القيامة وأنتظرون أنه يدخل لكي نفتد وكل الأمر من الارض أو أنه يدخل فيك أشخاص مباشر لكي نفترض أن تكون أكثر من هذه المدنة خاصة أنه اليوم كما قلنا في الاول للحوار لمساوات الفن الشكيلي في المغرب ولي فن الشارع تأوى وصلوا للمساوات ممكن أن نقوله مشرفة وعالمية والدليل على هذا هو الفيستيفال الجدار وعدة مهرجانات أخرى التي كانت غير في مدينة وحدة لكنها على المستوى الوطني التي أكيد بزاف الفنانين منهم تحياك تشارك فيها وكتتعامل مع المشاركين فيها أنا أريد أن نسولك معادلة تعاملات ولتواصل ربما لديك مع فنانين عالميين من جنسيات وحدة أخرى كنت قدرت تجربة في شمال باري في ألونس وكنت أسسطن مساعدة في الفنان عالمي تبارك الله كبير في السن ومارس هذا الوستخيطة في مهرجان وتمت تعرفت على الفنانات بثاف وابقيت معهم على التصال يعني بثاف منهم متحمسين بثاف يجيوا في مغرية ويجيوا لطنجته وما يخدمون وفي نفس الوقت عاودت كيقدروا ينفيتيوني عاودتان مجيهتهم باش نقدرنا نعمل معهم في أنشطة أتميه فايتليك قدرت أنشطه المعارض على بره؟ بالضبط يعني من الصيف اللي فات خدمت في باري فيزاف يعني من بعد من جدارية ديال ليلى علاوي اللي في تنجا بدأوا كي أعطولي شوية في فرنسا أعطولي شوية لهم يعني مشيت ويعني خدمت بمال دي بروجي مع الولاية ديال باري مع دي غالغي واش لستيل كيتبدال مع الوقت؟ واش لستيل ديالك اليوم فالفين وثلاثة وعشرين واللستيل باش بديتي فالفين وسبع؟ أرحل لا ويكون تأثيرات ديال مثلا النصائح ديالناس فاش كدب قد توصلنا واحد نبو في واحد الوستيل كتتصافي كبدأت تحس بأنك تحتاجك دروري تعمل في يغوشخش جديدة حالو حناي فلا كغيدينا دي ما كان عملو في يغوشخش باش نديرو الجديد وفنوص الوقت باش تحناي كنستمتعوا بذيك شيلي كنديروه فسنا ضروري حت تحدي بمتدارو حشي تثمرة وحشي ويد البحث يتحرف لك بشي حاجات باش مباعدك تخرج بواحدة نتيجة يام ديانة وكيفاش الاهتمام ديالك بالموتور؟ ما هي القصة ديال الموتور؟ مثلا هاد الجدارية وصفها لنا؟ هاد الجدارية في تونيل دي توريه أباري ماشي بعيدة على ميزي دولوف كبيرة؟ أو صغيرة؟ ثلاثة على ثلاثة متر طبق كبيرة اعم ماذا ها قدت لدي الوقت؟ قدت لشي خمس يام هكاك ديال الخدمة خمس يام؟ حسنا حسنا هل يمكنك الموتور الانسپيريون في مراكش؟ نعم نعم بعد الأيام كانت كنت تعلم الانسپيريون وخيش كنت انسفر وليس في مراكش ودخلت من الانسپيريون بأنك تباركت تقرير وتقول على رجلك بأنك يطيرك كثيرا وكان هذا مكانا حيما مرحبا وحاولت أن نحصل وعليقه وعليقه تطوريه وعليقه لديهم التأثير من الوقت والجو والصداع والألوان التي تعود تخرج يمكن أن تفعل أسلوب لك شيء موعد أبو الهانا يتخلط شيء قديم مع شيء جديد شيء عريق مع شيء موديرن مثلا أم كلتوم تصنّت على إمبتروا أو دفت بونك كي لعبو العيط هذه الستينات سبعينات وش تهدي دخلا في الستيل الموعد ديك؟ نعم هذه الحاجة اللي بديت فيها في حال البريود اللي كنت كم بحثة على الستيل وكنت ناصيح هذا واحد تونسي صديق ديالي اللي وقال لي رجعن للإدانتيتي ديالك رجعن للهوية ديالك رجعن للتراديسي ديالك من بعد رجعت باش نقلب وفاش بديت كم انسبيرا كم بحث كنش برضي طابلو اللي ما كانواش يعجبوني يعني ديك شيء قديم فهمتي ما يعجبش الناس عندي اللي وقت الشابب عاودت نحيدلهم الغبراء ونعاود اللونهم ونعاود نبينهم وهذه هي اللي يعجبت بزاف الناس في واحد البريود والحد الان باقي كانت تلقى يقبل خبير، بالنسبة لتخنية البوشواغ سهلة ولا صعيبة؟ البوشواغ سهلة يعني بالنسبة لتخنية البوشواغ يعني لتخنية البوشواغ كتفتش على اليد مرات كتبريزنتي عمل فني اللي كتدوس فيه واحد فكرة كتر من ما هو تقني وكان العكس كان شمرة مثلا غير تاخد واحد صورة وكتحاود ترسمها وهي كتكون تتعبر على الفكرة دياله ولكن لا بغيت تمكسي شيء افكار الهدى كان لقاء شمرة رحته في البوشواغ كتبري كتبري لماذا سهلة نسبيين أو بسيطة نسبيين حيث في حلقة التيم أمريمي دياله وكتحط على الحيط وكتحط سباغة فوق وكتحط سباغة فوق وكتحط على نفس الهدى وكتحط على نفس الهدى وإنما البوشوار أسرع شويش من السيارة حسنا لدي سام طبيعا حال أصعب خاصة إذا كانت على جيدارية كبيرة طبعا اعلا ياخد منك بزاف الوقت وكتحال من النهار ياخد منك بزاف الوقت ياخد على حسب الجيدارية كيف عملها وحسب الحجم ديالها مثلا الجيدارية ديال الطنجا اللي كن أخذ من الليل العلوي كانت اخدت لي ثلاثة الأسابيع وعشرة ساعات في النهار أوكي ولكن الرسم يكون عندك في تليفون كيف تعمل على الأبعاد لأنه فواديس وفوا مياه وكالا وله إذا شاهدت الصورة كانت بدأ في الوقت يوم واحد الأشكال هندسية شبهة عشوائية اللي كان نحطهم بعد عليها الصورة يعني نستخدمه وكا نستفده من التكنولوجيا كان عاودو ناخده عليها الصورة اللي غادي نرسموه ومبعد فاش كتقرر من الحيط كتفقدت تباع ديك الأشكال اللي ديجا عملتي هي لفاز وكتعرف البلاثة فين غادي تبشي يعني من الأحسن ما تضيه على وقت كتار بأنك تبقى تبشي لور ترجع بالكلا ماشين لاناصيل ترجع وتشوف عاو تتقرب عاو ترسم ولكن كتكون بوحدك ولا عندك شي واحد اللي كيعونك في الراس كي يكون ديساسطان هنا في هذه الأحسن كانوا الكثير من الناس يتعلمون هذه الأحسن وعطيتهم فرصة وكانوا شاركوا معي وعاونوني ولكن كي ماشي كل نار يعني ما كيكون لها ديسبونيويلتي ديالهم كي يجيو عنا كي هل كتكومندي هذه الأهلة باش طلعتها بات اكزاكتو مؤهمة نجا؟ ايه وعند التلترزينا وكي هلونه ما زلتهم لا تبينيوهم أحسنا والأسراد الصوية في النهار نعم تبارك الله مؤاد وش ممكن نقولوا ما قبل الجدارية للليلة علاويو وما بعد utter 2018 زلت تعرفت كثير صراحة وكنت لانه كي يجيو عنا في حال هذه الهدفة كاليتي يعني أن الناس يحترموا ذلك الستيل والخدمة فكي يزعموا أكثر معاك وخدموك يعني حسيت أنه الأصداء كتروا و تسسوا بعد ذلك تشهرات إذا كتبت كبيرات يمكن الأصداء عامتان وماذا تكون ترسم شي جدارية مثلا كتبت توقف وتسمع الكومنتر دي الناس اللي كيدوزو ويكتشفوها في أولا كتبت تعمل ذلك الاغوبير اللي ذكرنا ذلك الخطوطة وذلك الحروف هذه كتبت تسأول بثثث عن الناس لا يعرفوا ماذا يفعل وماذا هدك هو الغيزيولتان؟ او لا عادة نفعل شي حاجة مراه كتبت نسمع شي مرات غير تخربق كتبت نسمع نعم بعد ذلك كتبت نسمع هذه الأصوات السرعة تضغيها كتبت ملامح دي الوجه كتبت بي الناس كتبت ماذا سيكون لذلك كتبت نظر الستراحة ليس كتبت الناس يجبون ويجبون تشجيعون على العمل يطرحوا بعض الأسئلة كذلك ماذا سيكون وماذا كيف هاش ماذا أغرب كومنتر ماذا تشعر بشكل سمع تشعر كتبت نسمع ها 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 ه 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 لأن الضو في تانجا لا يمكن أن يكون الضوء في مدن أخرى كانت أول تانجا والأختي في تانجا في السرلين اليوم لماذا نقول أنه لديه طابع وحيس فني كبير بزاف؟ صراحة من أول عصور صراحة كنت أصدقته بزاف دي الفنانة عالميين اللي هو مقدم على مجموعة الفنانة اللي وعندهم الصح دي جاءتها أنا كنرتاح في هذه المدينة وما نقدرش وإذا خرجتني داروي نرجع في حالي قلت الإضاءة ديالا والجو ديالا يعني كنرتاح في بزاف وكي يعطيني الانسبيراسيون بزاف وكي يعطيني الوقت باش نفكر باش نبدع ترنكيل مباعمتي ما كانش أخاك تحس بيها مدينة كبيرة ولكن ما زال عنده شي طابع دير شي حاجة قديمة يعني ما كتحش الناس كي يجريوا بزاف يعني ما كانش ديكرو بزاف ديال الصداع يعني كمم كي الناس ماشي نترنكيل عايشين حائد ديالو أولي خليهم دي ما ترنكيل أمين بحقاتك فالسواق الأسبوعية كدلي كم ديالا نسمع موسيقى نتفرج أفلام كذلك كيف كانت أشخاص الذين ينسبرونك؟ كانت أشخاص الذين كانت مؤثر بشي فنانة عالمية مثلاً في فلسطواخ مثلاً أرمدي وارهول جون ميشيل باسكياد في الأول قاع كنت مؤثر بقوية واحد فنانة كلاسيكي وكذلك كانت أشخاص فنانة مغاربة في حسن الحجاج هو اللي يتبعوك يعجبني ذلك الشي اللي كيدير مؤاد المشاريع المستقبلية؟ بزاف صراحة يالله بسم الله ديما ممخ خدم شنو كاجوز شنو ما المشاريع الجاية في طريق؟ في طنجا بدينا هذك المشروع ديال المركز الفني اللي هو رادار وكننا نشتغلو فيه وكننا نعرفو بالفن وكننا نحاولو أن تجريو الناس باش يمارسوا الفن في حيات ديالهم اليومية وكذلك كنشتغلو دابع لواحد جمعية اللي يقدرون حاولو نعملو فيها شيئ فلموس كبيرا معروفة في طنجا ووالا ووحد بيريود ما كانش عندي اناتولي دابار كان نوجد اناتولي إن شاء الله اللي نستقبل فيه الناس يشوفوه وتعرفو كثير عني وانفيتي قاعد إذا اغتستاهم يشاركوا معي خاص ضروري الفضاء باش الواحد يكون مبدع اكزاكت بالضبط وصلنا تقريبا لنهاية الحلقة نختم بواحد صورة مفاجأة وشتنا تصوير الي كاسي معاد وكبرناك ونصرفناك شوى الله يسمح لينا انتبغيت كتاشف نتيجة؟ اهو سيح يالا باسم الله3 جوه وحد اهو هذا كان شبهن جديده اهو اهوة معاده هوه اخبت كبربناكة انتبغي كنته هو هوه نفس تي شرة كاسكيته غلوبة اهوة شسنو تبغيت عرف من هذا الحاجة معاده نحن نعرف منه ماذا نصل؟ ماذا نتحدث؟ ماذا نتحدث؟ ماذا نتحدث؟ يا سيدي بطول العمور والله يخليك دائماً مصحيحك نخلي لك الكلمة الأخيرة شكراً بعدها للاستضافة شكراً ميديان شكراً أخي يوسما نتمنى كل شاب يكون عنده نحن في هذا العصر المقاولة فكر أنه يطور فكرة يؤمن بها ويكمل بها لا يتسوق الناس كثيراً يكمل في طريقه وصفر سوف يصل إن شاء الله سوف تكون بعض العراقين والصعوبات لأنه يبقى مركز ويزيد القدام شكراً رسالة تكون وصلاة تبارك الله عليك موعد وطلع لنا في أي وقت الأخبار مرحبا بهم في المضامين وفقارات برنامجكم باتشورك وصلنا إلى نهاية الحلقة شكراً للموصول الطاقم التقنية والفنية يتحلوا بزاف بزاف فرسكم تلقاوا كل نهار وبينتنا باتشورك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر